تنقلتها وسائل إعلامية مختلفة خاصة الشبكة العنكبوتية في بلدة صغيرة في فنلندا يبلغ تعداد سكانها أربعين ألفاً فقط تم رفعهم في غرف قصير جداً نعلّه أقل من سنة سنة ونصف إلى ستين ألفاً بفعل توارد عشرين ألفاً من اللاجئين السوريين والعراقيين الثلث زيادة بمعدّل الثلث في هذه البلدة توجد خمس كنائس وسيناجوج أو معبد أو كنيس يهودي واحد لأهل هذه البلدة بل يهود والنصارى أما الآن وقد عمرها عشرون ألف مسلم جديد فالوضع سيختلف وسيختلف بقرار من أهل هذه البلدة الطيبين مجلس البلدية أيها الإخوة مع الدائرة المسؤولة عن الكنائس والشؤون الدينية اجتمعوا وقرروا أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يجمل بناء أن يكون بين ظهرانين عشرون ألف مسلم تقريباً وليس لهم متعبّد يتعبّدون فيه الله منتهى السماحة شيء لا ترفع له فقط القبّعات بل تنكّس له الرؤوس هذه السماحة أيها الإخوة عملياً السماحة العملياً من غير دروس ومحاضرات ومواعظ ثم لا نرى نتائج حقيقية على الأرض سماحة مفعولة سماحة مفعولة وليست مقولة اجتمعوا وقرروا أن يحوّلوا بملء إرادتهم أيها الإخوة سماحاً وطوعاً ورضا أن يحوّلوا إحدى هذه الكنائس الخمس إلى مسجد وأن يهدوه لهذه الجالية الطارئة الجديدة وهكذا كان للأسف وفي أول جمعة ينبغي أن تجمّع في هذا المسجد الجديد تواردت وسائل الإعلام المختلفة الراديو والتلفزيون أيها الإخوة والمراسلون مع قوات عديدة للشرطة والقوات الخاصة ما الذي حدث؟ نزاعات أيها الإخوة وصراعات وعراكات وصلت إلى حد استخدام الأيدي والكراسي ووسائل مختلفة بين من؟ بين المسلمين أنفسهم لماذا؟ وفي أول جمعة نزاعاً وصراعاً من يكون الخطيب ومن يكون الإمام أنت إخوانجي أنت تحريري أنت شيعي أنت سني أنت صوفي أنت وهابي أنت أنا نحن شيء عجيب جداً